مرحبا برج الثور بشكل عام الكارتات ما سألت سؤال معين على كل كارت خليت الطاقة تكون حرة عشان أخلي الطاقة مثل ما يقولون توصف نفسها عشان حصل أحسن إجابة أحسن من أني أسأل سؤال معين عشان نلفت الانتباه للنقاط اللي فعلا محتاجين أن نحددها وأيضا يوجد الجانب الذي يتحدث على أو عن شريك المستخدم عزيزي برج الثور أرى أنك حاليا في مرحلة انتظار أنت حاليا في مرحلة أربع الخماسيات هو الرجل الذي ماسك الخماسيات قريبا منه ولا يريد أن يعطيها لأي أحد ولا يريد أن يستفر في أي أحد يعني اللي قاعدة أشوفه أنك حاليا ماسك الأمور جدا قريبا من قلبك تنتظر في مرحلة انتظار أن يأتيك شخص ويستثمر فيك لأن الخماسيات ترتيبها من واحد إلى عشرة فأنت حين في مرحلة الأربعة ولكن امثبت نفسك مثل اللي متجمد في وضعك لا تنمو ولكن في نفس الوقت لا تخسر عندك خوف من الخسارة أو من المضيق قدما فحاليا تنتظر أن أحد ما هو الذي يأتي على فارس أوكي على فارسه الأبيض وينقذك ويعطيك الخماسي أو يكمل حياتك ويكون عندما تحذاجه فلا وهو الخماسيات الستة الباقية لكي يتصل إلى العشرة العشرة هي مرحلة الاستقرار السعادة الأسرة الحلم الذي تحقق ولكن التاري يقول لك عزيزي أن هذه المرحلة بالنسبة لك يعني خلاص كتب لها أن تصل فقط إلى هذا المستوى يعني هذه الرحلة احتمال يكون عندك شخص معين أو عدة أشخاص كخيارات كارتباط أو أنك تفكر في شخص معين تنتظره يرجعلك من الماضي أو تنتظر أشوفك قاعدة تنتظر بالضبط أن الشخص معين ياخذ اتجاهك أنت خطوات لأن أشوف الهيرمت الزاهد هو الذي ما اتجه نحوك فأنت تنتظر أو تتطلع أن هذا الشخص وهو ياخذ تجاهك أنت خطوات وهو الذي يأتيك يعطيك يكمل باقي الخماسيات عندك يعرض عليك الأشياء اللي أنت طالما حلمت فيها الزواج الاستقرار بغض النظر ما هو حلمك وتفاصيله أنت عارف ما هو حلمك هذا اللي قاعدة أشوفه ولكنك في انتظار لها الشخص أنت كنت تقول له ما هي خطوتك القادمة قاعد تسأل هاي الشخص ما هي خطوتك القادمة شنو راح تسوي أنت مو شا قولك أنت مو حاط أمل كبير على هالشخص ولكن في نفس الوقت انتظار قاعد يكلفك وقت ثمين لأن أنت حاليا متجمد مو قاعد مو قاعد تروحي للأمام مو قاعد تمشي متجمد حاليا في وضعك فيقول لك التارو هذا المرحلة كتب لها أن تصل فقط إلى هذا الحد ثمانية الأكواب ثمانية الأكواب يعني أنت فعلا تعبت لحد ما وصلت لهاي المستوى احتمال مع هذا الشخص يعني أنت باقي لك كوبين وتختم تختم هاي العلاقة أو تختم هذا الهدف مع هذا الشخص يكون يعني وصلته لمرحلة النهاية بالنسبة لك ولكن على أرض الواقع أنت فقط في مستوى الأربعة وعشان تستطيع أنك فعلا تلاقي الشخص اللي تتمنى لازم تفهم هذه النقطة من التارو يقول لك هذه المرحلة أو هذه الأكواب ما رح تزيد عن ثمانية هذه مرحلة كتب لها أن تكون مع هذا الشخص بهذا المستوى لا تعلق آمالك لازم تكون هاي اللي قاعدة اسمعها لازم تكون عندك شجاعة كفاية فعلا أنت لحد الآن وصلت مرحلة الضمانية تعبت كثيرا مع هذا الشخص استثمرت وايد انتظرت وايد علقت آمال الأكواب بالنسبة لي هني آمال الآمال مو سهل أنك تبتعد عنها مو سهل علقت الكثير من التوقعات على هذا الشخص أو هاي العلاقة الحالية اللي عندك أو احتمال تكون في الماضي القريب استثمرت الكثير عاطفيا ونفسيا مع هاي الشخص ولكن استجمع كل شجاعتك أو قوتك وإيمانك أن هاي المرحلة خلاص وصلت إلى نبوجها مع هاي الشخص مو كل شخص يدخل حياتنا مكتوب لأن يبقى إلى الأبد بعض الأشخاص دخولهم مهما علقنا عليهم من الآمال أو استمتعنا بالوقت أو حسين أن تفهمنا معاهم بعض الأشخاص دخولهم يعطينا درس يعطينا درس احنا محتاجين نتعلمه عشان ننبق ضمن في الرحلة اللي رح يتوصلنا للشخص المعين اللي في بالنا وحتى السولميت هو التون فليمز مو كل سولميت كل إنسان عنده كذا سولميت طبعا مو سولميت واحد ومو كل سولميت يدخل حياتك الغرض أو القدر كاتب له الله كاتب له أنه يبقى لا تجارب الحياة تثبت هذا الشيء وإذا كنت عزيزي منتظر أن هذا الشخص يأتي تجاهك يعطيك ما حلمت به أو ما تتمنى احتمال أنه فعلا يأتي لأن الزاهد أو الهيرمت أو المتصوف متجه نحوك يقابلك ولكن في نفس الوقت ليس لديه أي شيء يعطيك ما يقدر يعطيك ولا شيء الزاهد هو عبارة عن شخص لا يملك ولا شيء سوى المصباح الذي في يده أو الفنر وعنده رحلة عنده رحلة طويلة فالسؤال هل ستنتظر أن هذا الزاهد ينتهي من رحلة يعني التصوف والبحث عن الذات وتحقيق الأحلام ومن ثم أو رح تقرر أنك تنسحب بكل شجاعة سوى أن كان شخص معين أو أشخاص ثانين بعضا منكم عزيزي برج الثور أرى أن أكثر الأشخاص اللي رح تصادفونهم في الفترة القادمة رح يكونون فعلا هم يأتونك على أساس أنهم يطلبون القرب والارتباط والحب والعلاقة يعرضون عليك هاي الأشياء بس السؤال هل يقدرون يعطونك شيء في العلاقة الزاهد لا يملك شيء عزيزي سوى يمكن حكمته في الحياة أنت بحب عن استقرار عن زواج عن شخص مستعد يبني معاك ليس عن شخص في رحلة البحث عن ذاته وهذا من الذكاء العاطفي أنه تعترف وتقيم كل شخص على حدة فماذا سيكون قرارك أنت أخبرني لأن أن ترحل عن جميع الأكواب ممكن يكون ثمانية كلهم أشخاص وخيارات عندك أن ترحل عن ثمانية أكواب عدة أشخاص كذا مرة ترحل عن أشخاص لا يشبعون رغباتك لا يعطونك ما تتمناه في الحياة ليس الشريك المناسب أن تبني معا وتبتدي معا حياة ترى ليس بالأمر السهل يعني أن أتفق معاك ليس بالأمر السهل ولكن هو فعل ما يستلزمه عشان توصل إلى سعادتك الحقيقية على الجانب الثاني هل ستختار مثلا أن ترضى بالأقل إذا كنت ستختار أن ترضى بالأقل فالزاهد تقدر تعيش معاه على الأقل شي بس دائما بس صعب شلون أنت رح تعيش معاه أنت أصلا في مرحلة الأربعة لا تريد أن تعطي تريد الشخص أن يكملك الشخص أن يعطيك متوقع من الطرف الثاني أنه يضيف إليك ومثبت نفسك على هذا الوضع وهذا الشخص مثل ما قلت لك أو الأشخاص احتمال اللي يأتون في حياتك الفترة القادمة ترى مجرد عابرين سبيل الزاهد الزاهد في رحلة لا يتوقف كثيرا مجرد محطات معينة يستجمع فيها قواته يأخذ قوته وما يحتاج من المحطة ويكمل رحلته فأيضا رسالة لك أنه لا تعتبر كل شخص يدخل حياتك غرضه البقاء مستحيل هذا الشخص شوف الصورة عشان أقربها لك هذا الشخص في رحلة ذاهب إلى مكان قاصد مكان يمكن حتى ليست لديه وجهه محددة وهذا هو المؤلم هل ستظلت أنتظر الشخص هكذا أو أنك راح تستطيع أنك تتخلى عن الاستقرار اللي حققته لنفسك لحد الآن من نجاح وظيفي من استقرار أسري من حياتك الجميلة اللي حققتها لحد الآن وتسمح لشخص لا يوجد لديه شيء يضيفه في العلاقة أن يدخل وتعتبره شريك الشريك بمعنى الشراكة أن يكون مكافئا لك هذه الشراكة غير متكافئة حاليا والتارو اليوم طاقة جدا صريحة وأنا هنا لكي أخبرك الحقيقة ولكن الجانب المشرق يقول لك التارو إذا كنت شجاعا بما فيه الكفاية لأن ترحل أو لا تقبل يعني أكثر اللي أشوفه أنهم متجهين تجاهك بما معنى أن العروف تأتيك أشخاص هم اللي يدخلون في حياتك أكثر ما أنت اللي تبتدي وتدخل في حياتهم ولكن عليك الرحيل الرحيل من أجل نفسك لا تسميه أن الرحيل من أجل إيجاد شريك أفضل لا أول شيء توجد نفسك لأنه أنت وك تطالع من مرحلة شوي صعبة فأول شيء توجد نفسك تثبت نفسك تكون مستقر وهذا اللي قاعد يقوله لك المرحلة القادمة إن شاء الله ومن ثم الأمور رب روحها كل الأمور راح تجمع بعض الفترة القادمة ممكن تكون القريبة ممكن تكون بعيدة كل واحد منكم رحلة تختلف عن الثاني ولكن الرسالة المهمة لك في الجزء الأول يجب أن تكون شجاعا بأن تعرف أول شيء يسأل نفسك أنا عن من أبحث ما هو الشخص ما هو مواصفات شريك أحلامي أبرائع زوج متفاني رومانسي دائما موجود في البيت ويهتم بتربية الأبناء ما هاي ما هي المواصفات وأدخل شوي في التفاصيل تعمق في التفاصيل ممكن يكون عنده صاحب بزنس حتى لو صغير ولكن ناجح إنسان طموح حتى لو كان لا يملك الكثير من المال لكن يملك طموح ما هي المواصفات التي تبحث عنها إذا حددت المواصفات اوتوماتيكلي كل شخص يأتيك ويكون غير مناسب لك رح تعرف أنه مو الشخص المناسب رح يكون أسهل لك بدل ما تظل في علاقة وتستثمر فيها وقت وتحسنها ما مشت إلى الأمام وتأخذ من وقتك وطاقتك وجهدك رح تقدر بكل سهولة تنسحب من علاقة وثنتين وثلاث إلى ما لا نهاية لين ما تجد الشخص المناسب اللي مكتوب لك تكون معاه كل ما ابتعدت أسرع أو انسحبت أسرع من الأشخاص الخطأ أو الأشخاص اللي مو مكتوب لك تنتهي معهم في شراكة كل ما وصلت إلى الشخص المنشود أسرع أوكي إذا حين انسحبت السؤال إذا حين انسحبت أو قررت أنك ترتب حياتك من جديد ما الذي سيحدث المرحلة القادمة رح تكون بداية جديدة إن شاء الله رح تروح من أربعة بينتكلز إلى الثلاثة بعضكم يمكن يشوفون أنه أنت رح ترجع للوراء لأنه قبل فترة كان عندك احتمال للزواج احتمال للارتباط احتمال للحياة الكريمة رح ترجع للوراء ولكن العكس الذي سيحدث المرحلة القديمة توقف نموها توقف نموها خلاص لكن المرحلة الجديدة هي التي ستكون مثمرة عندما تبتدي أنت تبني 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 تحط طابة على طابة طابة على طابة بالأساسيات الصح في حياتك هذا الذي سوف يثمر أول شيء اللي قاعدة أشوفها لك هي عندك ثلاث الخماسيات في المرحلة الجديدة هذه المرحلة جداً مثمرة أكثر من ما تتصور يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعوضك عن فشل أو خذلان في السابق أو حل معين لم يتحقق بأمور ثانية أشوفها أمور أكثر تكون على الصعيد العملي البسنس الأهل محيطك الناس قبول الناس لك محبة الناس لك ممكن تبتدي أي بزنس بسيط في الفترة القادمة أي شيء عملي حرفي أشوف في حرفة في يعني عمل باليد أشياء يدوية بسيطة أو حتى في مجالك في الوظيفة أي شيء مشروع تبتديه صغير رح يثمر بسرعة وأسرع ما ما تتوقع رح تكون هي مكافأتك على الإنسحو أولاً سوف أتحقق الرخاء المادي لنفسك يعني وهذا الشيء أشوف أنك ما تتوقعه لأنه دائماً تنظر إلى الأربعة أكثر من الثلاثة وأفضل تنتظر هذا الجانب هو الذي يثمر ولكن الإثمار مكتوب لك في هذا الجانب هذا الكرد هذا المجال فجرب هذه بعد ما تطلع منها المرحلة تكون بالنسبة لك مرحلة تجارب ليست مرحلة قرارات هذا اللي قاعدة أسمعها مرحلة تجارب تجرب مشروع مشروعين ثلاثة تشوف أنت في شنو ناجح في شنو لقيت نفسك في شنو أنت تسوي بسعادة في نفس الوقت ممكن تتحول إلى شيء جداً مثمر مربح لها إمكانية في المستقبل هذا الشيء البسيط أشوف أنه راح يتحول إلى شيء جداً كبير يعني بذور صغيرة راح تتحول إلى احتمال ثلاث شجرات ضخمة وراح يتكون جداً مشغول اتوفق بين كذا شيء في الحياة في وقت واحد عندك ثلاث خماسيات يعني ثلاث أمور أساسية مهمة في الحياة تشغلك في نفس الوقت فبالطبيعة راح تكون جداً مشغول ومنغمس في ذاتك وهذا شيء جداً إيجابي هاي المرحلة هي المفتاح لما أنت تركز على نفسك تبتدي تحس بقيمة نفسك وذاتك وأنك تبدأ تتحقق وتسوي وتنجس في هاي المرحلة أنت أوتوماتيكلي راح تتحول إلى ما يسمى ملكة الأغصان ملكة الأغصان ملكة جداً عندها صاحبة كاريزما تجذب الانتباه إليها فيه ناس يجذبون الانتباه بطريقة لبسهم شعرهم شكلهم الخارجي أنت راح تجذب الانتباه في الفترة ما بعد ثلاث الخماسيات راح تجذب الانتباه بما حققت لذاتك أكثر الناس راح يكونون منبهرين بأنت برج الثور الذي حققت لذاتك والقصة التحذيرية اللي كانت في هاي الجانب أنت خايف منها راح تكون مثل القصة اللي تسردها عن أيام نجاحاتك احتمال لأن أحس أن في أشخاص معينين راح يخوفونك أو ما ينصحونك أو لحد الآن يحاولون يعطونك أمل أن هاي المرحلة لها مستقبل بس لما في النهاية تستوعب أن أنت لازم تبتدي المرحلة الجديدة يوم من الأيام راح تلتفت وتقول هاي القصة وتذكر الناس المرحلة السيئة اللي أنت كنت فيها أو الغير مرضية خلا نقول والمرحلة الحالمة اللي أنت وصلت لها اللي هي فعلا واقعة ليست حلم ملكة الأغصان ملكة تعرف ما تريد وتحقق ما تريد يعني مثل قصة الشاطر حسن شاطر إنسان شاطر يحقق ما يريد يذهب وراء ما يريد راح تكتشف جوانب من نفسك بعد ما تبتدي هاي المشاريع أو هاي الأمور في حياتك راح تكتشف جوانب من نفسك من شخصيتك ما كنت تدر أن هي أصلا موجودة لم تكن واعي أن هاي الجوانب موجودة أن أنت قادر أن توصل لهاي المرحلة من الثقة ملكة جدا واثقة سواء كانت مرأة أو رجل بغض النظر عن أنت من يا عزيزي ملكة واثقة متربعة على عرش من إنجازاتها شوف الانتقال أنت هني مثل ما قلت لك انتقال جدا في الطاقة عكس 180 درجة أنت هني قعد تنتظر شخص يقدم لك أو تنتظر شخص يرجع لك أو شخص ينجز لك شخص يحق لك الحلم في الخماسي رقم 5 6 7 8 9 10 عشان تقدم لسعادتك لما في النهاية تواجه الواقع أن هذا لن يحصل بهذه الطريقة فقط لن يحصل بهذه الطريقة مو أنه لن يحصل مع شخص ثاني أو في وقت ثاني لن يحصل بهذه الطريقة ركز على هاي النقطة سيحصل عندما أنت تدرك قيمة نفسك وتستثمر في نفسك وأحلامك سواء كانت بسيطة كبيرة على مستوى الدولة على مستوى فقط الأسرة تب تنجح علاقاتك الأسرية واتفر إنجازاتك هني لنفسك غير مهمة ولا محد لحق يحكم عليك لأن وقتها بتكون أنت وصلت مرحلة إنسان عصامي كل اللي أنجزته هاي الوقت وكل اللي حصلت عليه من رخاء من سعادة من جمال من تحسين الذات كل اللي سويت وأشوف أنه بعد عندك تحسين للشكل لأن ثلاث الخماسيات رح تثمر رح تنتج أكثر رح تكون عندك أموال أكثر تصرفها على نفسك تستمتع فيها شي طبيعي شكلك يتحسن مثل ما قلت لك ملكة الأخصان جدا تلفت الانتباه ورعية كاريزما هي الشخص الوحيد الذي لا تستطيع أن تنكر وجوده ما هي الإنجازات التي ستكون في المستقبل بالنسبة لك أنت على أي صعيد عاطفي رح تدرك أنه مثلا أنت استحق أفضل من الذي كنت راضي به في السابق أو على صعيد الشكل تكتشف أنه أنت بالعكس تقدر تكون جدا أجمل إذا اشتغلت على زوايا معينة أو إذا غيرت شكرك بطريقة معينة شعر الطويل أكثر شعر أكثر لون هذا يلبق لي أكثر غض النظر هنا مرحلة اكتشاف قاعدة أشوفها بالنسبة لك إعادة اكتشاف مواطن القوة في الذات مو مواطن الضعف مواطن القوة رح تشتغل عليها وهي اللي رح تشعل الناس النار طاقة رؤية ضوء ساطع ما في أحد يقدر ينكر وجودك أو احتمال يكون على الصعيد النفسي أنت قبل كان عندك صراع داخلي بشأن ما أفعل أسوي ما أسوي هاي كلها يأتي من جانب عدم الثقة بالذات وعدم معرفة النفس لما تعرف نفسك تعرف بالضبط ما ستختار من أجل نفسك على الصعيد الروحاني احتمال حتى ليش ما يمنع لما تلاقي أشياء أكثر تسعدك على الصعيد الروحاني أنت أيضا تحسنت صرت تتأمل صرت تتصلي صار عندك ما يمنع أي صعيد راح تنجح فيه أنت اللي تحدد ما هما اتجاهك ولكن يجب أن يكون اتجاهك للأمام عزيزي في وقت الزحمة أثناء ما أنت جدا مشغول حقق ذاتك جدا مشغول بمشاريعك القادمة يعني راح تروح أشوفك من مرحلة ثلاث الخماسيات إلى مرحلة جدا بزي ما عندك وقت الكل قاعد يتقاتل على الوقت يعني عندك أدة أمور لازم تحتم فيها حالا اتصال من هنا اتصال من هنا ومسج من هنا وفاتورة من هنا جدا مشغول أسس لنفسك شيء كبير وصل إلى مرحلة شوي كبيرة الأشجار عندما تكبر يبي لها اهتمام وعناية راح تكون بزي هاي اللي قاعدة أشوفه بزي بالاهتمام بنفسك وبالاهتمام بما أنجزت البذورة الصغيرة اللي كبرت تحتاج اهتمام فأنت راح تكون بزي في هاي المرحلة في هاي الوقت راح تلتقي بشخص أيضا أنجز الكثير أو أنجز أيضا عصامي خلى أقول لك أيضا عصامي احتمال لأشوفه أنك راح تلتقي عن طريق يعني معرفة احتمال في مجال التجارة في مجال البزنس الوظيفة لأنه هو أيضا إنسان حقق لنفسه الماجيشن هو الساحر كرت الماجيشن هو الساحر الذي يمتلك الغصن يمتلك الخماسي يمتلك الكوب ويمتلك السيف يمتلك أيضا السولجان وعلامة الإنفينيتي اللامحدودة بما معنى هذا الشخص ضارع في أي شيء يقرر أن يفعله أيضا على صعيد الوظيفة الوظيفة والتجارة والأعمال راح تشوفه مثلك يعني أو يمكن حتى أفضل منك جدا ساطع ضاء ساطع مميز إنسان عنده كل الأجوبة وأي شيء يطلب منه يفعله احتمال يكون في البداية تنظر إليه أنه هو أقل منك لأنه أشوف شوي نظرة الملكة شوي فيها غرور يعني يمكن أنت تعب جدا عشان وصلت لهاي المرحلة فشوي يحق لك إنه تكون شوي مغرور شوي تنظر لنظرة دونية في البداية ولكن عندما تكتشف الساحر عنده تركز عنده خدعات ولكن مو بالجانب السلبي بالجانب الإيجابي عندما تكتشف هذا الشخص ما الذي يقدر على صنعه شنه يقدر يسوي بالأشياء البسيطة التولز الأدوات البسيطة التي يملكها يعني يملك من كل عنصر من أربعة العناصر واحد ولكن عندما يجمعهم مع نفسه يستطيع أن يحقق المستحيل نظرتك رح تتغير حق هالشخص رح تبتي إعجابك فيه رح تبتدي تحترمه ولو إنك في السابق ننظر لمجرد نظرة هو شخص أشوفه في مجال العمل في مجال التجارة في مجال البزنس تبعي مجرد هاي النظرة وهو أيضاً رح يكون شوي مجغول ولكن الفرق إنه سيلاحظك قبل أن تلاحظه مثل ما قلت لك نظرتك رح تكون شوي دونية ولكن النصيحة فترة القادمة أو بعد القادمة بعدها بمراحل يعني فترة اللي تحس إنك وصلت إلى ملكة الأخصان لا تفقد اتصالك بالحاضر وبالواقع لا تضل كثيراً نظرتك إلى المستقبل لأن إذا نظرت كثيراً إلى المستقبل أصلاً لن ترى هذا الشخص في محيطك يعني ستكون جداً مشغول بنفسك وإنجازاتك وشايف حالك لدرجة أن هاي الشخص رح تشوفه جداً صغير جداً تحتك لنت راه أصلاً رح يكون مثل في الكواليس بالنسبة لك فانتبه إذا حسيت نفسك وصلت لمرحلة متربع على عرش إنجازاتك هاي هو الوقت اللي تبتدي تلتفت حك اللي حولك حتى لو كان ظاهرة أقل منك في الإنجازات تأكدنا هاي الشخص لو نظرت لنظرة ثاقبة رح تكتشف إنه لديه الكثير من الأشياء اللي يقدر ينجزها مثل الساحر أي شيء يضع فيه ينجزها تكنولوجيا حرفة بيزنس علاقات عامة إنسان مبتع في أي مجال يدخل فيه وهاي جداً شريك مناسب جداً شريك رح تكون بينكم العلاقة متساوية أو متكافئة ليش أقول هاي الشيء لأن الطاقة العامة في نهاية الكارداد كارت الغصنين مثل ما تشوفون في الصورة في شخصين أوكي مع بعض كل واحد يملك غصن فتخيل الصورة إنها أقرب إلى الساحر وملكة الأغصان يجتمعون مع بعض لبناء حياة مشتركة وجداً الطاقة متكافئة يعني الجوانب التي أنت بالعادة تحتاج فيها المساعدة هو هذا الشخص يكون لك السند الظهر الشخص اللي تستند عليه وقت الصعوبات أو وقت اللي عندك استشارة مع إنه احتمال يكون مو كبير في السن ولكن جداً شخص تثق فيه يسهل أنك تثق فيه وشخص تسند ظهرك إليه وبالعكس هذا الشخص عندما يريد أن يلهم يعني لما يدور عن الإلهام وعن الأفكار الجديدة عن الأفكار مثل ما نقول موالعة الأفكار الخلابة رح يأتي لك أنت أنت رح تمثل له هاي الجانب الإلهام التقدم التقدم رح يكون يعني دائماً أنت رح تكون في العلاقة الشخص الذي يحدد الوجه القادمة الرحلة القادمة إلى أي بلد الاستثمار القادم في أي مجال هاي الأمور أنت رح دائماً ترجع لهذا الشخص في الجوانب اللي تحس أن تحتاج فيها إلى النصيحة إلى التأكيد أنت ترى شوي عنيد لأن البرج الثور فيه شوي يعناد أنت رح تكون مقرر عن أمور معينة بخصوص حياتك ولكن رح تسوي نفسك كأنك تشتشيرها كأنك تطلب مساعدتها عشان يكون فعلاً يعني شراكة أو تدخلون مع بعض يعني كمتساوين ومتكافئين يعني أنت عارف أن هذا هو السعادة أن شخصين متكافئين يدخلون في شراكة يبنون مع بعض فرصة جداً جميلة يعني هاي اللي أشوف لك الواقع صراحة أن الواقع رح يكون جميل إن شاء الله بإذن الله رح أسحب لك أخر كرت تبع النصيحة ونشوف شون يقول طبعاً أول كرت في العادة يسقط أو ينقلب أختاره نشوف شون النصيحة حق برج الثور الشريط شكل كرت تبع شكراً شكل كرت تبع شكل كرت تبع شكل كرت تبع لا أخلط الأوراق أمام الكاميرا لأنني أخذ وقت جدا طويل لا أرضى أن أختار الكرتات من هاي الجانب إلا عندما تسقط أو تنقلب وعندي شروط شوي غريبة لازم الكرت يكون بروحها الكرت يكون سولو إذا الكرت يكون مع مجموعة من الكرتات أيضا لا أخذه فالإذا كان أحسي ناصب القراءة بالضبط بالضبط شنو قلت لك بالضبط رقم الأربعة دائما يرمز إلى الأساسيات مثل ما قلت لك انظر إلى وضعك الحالي هل تحس أنه فعلا فيه نموم إلى الأمام؟ هل تحس أنه رح ينفعك أنه تنتظر أكثر تستثمر أكثر؟ أنت عارف أنه رح تخسر إذا استثمرت أكثر عشان شذي أنت محافظ على النمو الحالي و أنت أخفني الكتاب يت donaحة وترجم الى القناة حقا و changed